وانضم لنا من الخرطوم ورسل الغد تارق بابكر أهلا بك تارق وزير الرئي السوداني أعلن عن مشاورات مع الجانبين المصري والإيثيوبي على أي مستوى تتم هذه المشاورات على المستوى الوزاري أي وزارة الخارجية أو الري أم ربما على مستوى الخبراء والتقنيين نعم مونة الصباح الخير هذه التصريحات لوزير الرئي السوداني قال بأنه أجرى مشاورات مع مصر وأثيوبيا لجهة بحث أزمة سد النهضة التي تراوح مكانها وأنهم يبحثون عمليات المل والتشغيل وأيضا الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف أثيوبيا السودان ومصر وأنهم يرحبون بأي جهود دبلوماسية إقليمية دولية لجهة تسوية هذه الأزمة أزمة سد النهضة وكان وزير الرئي السوداني أو وزارة الرئي السودانية قد حذرت المواطنين من ارتفاع مناسيب النيل الأزرق خاصة في المنطقة الحدودية السودانية الأثيوبية وهي منطقة الدين خاصة في النصف الثاني من شهر قسطس القادم وهذا التحذير خاصة للمناطق المشاطئة والمحازية تماما للنيل الأزرق حتى لا يصيبها ارتفاع هذه المناسيب والتي دائما تتسبب في إغراق العديد من المناطق المحازية والمشاطئة للنيل الأزرق إذن هذه التصريحات لوزير الرئي السوداني تأتي في سياق ضرورة إحداث تقارب بين الأطراف الثلاثة مصر أثيوبيا والسودان لجهة الوصول لحل هذه الأزمة وأن يكون صدا النهضة وبالرغم أنه هو باعتباره من اقتصاديات أثيوبيا إلا أنه وفقا للدول الثلاثة لا بد من أن لا يكون مهددا لأمن هذه الدول أي مصر والسودان لذلك تأتي هذه التحذيرات من الحين إلى الحين الآخر إذا كانت من مصر أو من السودان لجهة الوصول لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف هل تعاول الخرطوم على هذه المشاورات؟ لسيما أن أديسة بابا أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ الملء الثالث لسد النهضة في أغسطس المقبل وهناك تداعيات لهذا الملء على النيل الأزرق سيتسبب بارتفاع المنسوب منسوب المياه في النيل الأزرق هل تعاول الخرطوم على هذه المشاورات قد تكون الأخيرة؟ نعم بالطبع الخرطوم تعاول على مثل هذه المشاورات وهذه الخطوات الدبلوماسية لجهة حل هذه الأزمة أزمة سد النهضة ولتمليك رأي السودان وأيضا رأي جمهورية مصر العربية بخصوص الصيغة القانونية الملزمة لكل الأطراف إذن هذه التصريحات لوزير الرئي السوداني أنهم يرحبون بأي جهود تسوية إذا كانت دبلوماسية إقليمية دولية لجهة حل هذه الأزمة حتى لا تتفاقم الأمور وتصل إلى ما لا يحمد عقباه خاصة وأن السودان يتأثر بعمليات الملء والتشغيل وخاصة السودان من الحين للآخر يقول بأنه ليس على أثيوبيا أن تقود خطوات أحادية لا بد من أن تكون هناك ترتيبات خاصة وأنه لا بد من مشورة الخبراء في عمليات الملء والتشغيل حتى لا تتأثر بقية الدول بهذه العمليات عمليات الملء والتشغيل إذن هذه التحزيرات أيضا تأتي على خلفية دخول فصل الخريف وهو أيضا هذا الفصل بالطبيعي تزداد فيه مناسب النيل الأزرق وهذه التحذيرات التي بعثت بها وزارة الريئة السودانية إلى أن ارتفاع مناسب النيل سوف يزداد وترتفع مناسبه خاصة في الممر الأوسط لسد النهضة أي مرور المياه عبر الممر الأوسط لسد النهضة وهذه التحذيرات لكل المناطق المشاطئة والمحازية للنيل الأزرق وهذه التصريحات هي بمثابة إيصار رسالة الخرطوم وأيضا بالتشاور مع جمهورية مصر العربية بإيصال هذه التحذيرات إلى الدبلوماسية وإقليميا ودوليا حتى يكون في صورة ما سوف تنتج عنه هذه العمليات عمليات الملء والتشغيل لا سيما ونحن في فصل الخريفة الذي ترتفع فيه بالطبيعي مناسب النيل والتي تؤثر كثيرا على المناطق التي تشاطي وتحازي النيل شكرا جزيلا لك طريق ببكر مراسل الغد كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك